أبدأ معكم أولى ملفات العربي F-16 بعد أن طال انتظار كييف في الحصول عليها بسبب تردد الغرب تنظم أخيرا طائرات F-16 إلى قائمة الأنظمة المتطورة بما فيها الدبابات الغربية والأسلحة بعيدة المدى التي وافق حلفاء أوكرانيا على تزويدها بها اصرح المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفن أن واشنطن ستعمل مع حلفائها بشأن تزويد كييف في طائرات F-16 وتدريب الطيارين الأوكرانيين تعليقا على ذلك طبعا الرئيس الأوكراني رحب بهذه الخطوة فولديمير زيلنسكي في تغريدة له رحب بالقرار الأمريكي واصفا إياه بالتاريخي أيضا اعتبر أن تزويد بلاده بF-16 من شأنه تعزيز قدرة جيشه الجوية أما على الجانب الروسي فقال نائب وزير الخارجية الروسي أليكساندر جورشكو إن إمداد أوكرانيا بطائرات F-16 سيعرض الغرب لمخاطر مهولة تلقى بF-16 بالسقر فايتينغ فالكون وهي مقاتلة تكتيكية متعددة المهام إحدى أكثر المقاتلات النفاثة إنتاجا في التاريخ تنتمي الF-16 إلى الجيل الرابع من المقاتلات الحربية طولها يبلغ 14.8 مترا ارتفاعها 4.8 وزنها يصل إلى نحو 7400 كيلو جرام أما السرعة السرعة تبلغ 1500 ميل في الساعة أي أن سرعتها تتجاوز سرعة الصوت تستطيع الF-16 التحليق على ارتفاع 15 كيلو متر ويمكن أن يصل مداها إلى أكثر من 4200 كيلو متر أي أنها قادرة على الوصول إلى العمق الروسي إذا ما انطلقت من العاصمة الأوكرانية كييف عن أهمية هذا النوع من الطائرات بالنسبة لأوكرانيا فإن لها القدرة على حمل صواريخ متنوعة ومنها ذات رؤوس نغوية تستخدم من أجل تنفيذ الضربات الجوية الاستراتيجية وعمليات الهجوم على الأهداف الجوية المعادية كما أنها مزودة بتقنيات تبادل بيانات المعارك مع طائرات الحلفاء أثناء القتال للمزيد حول هذا الموضوع سينضم إلي الجنرال دانا بيتارد الجنرال السابق في الجيش الأمريكي والقائد السابق للقيادة الوسطى للجيش الأمريكي تحياتنا جنرال بيتارد بداية دعني أسمع منك كيف ستكون هذه الإضافة إضافة فايتينغ فالكن إلى القوى المحاربة الأوكرانية كيف ستساعد كييف على تأمين أرضها وربما التقدم أكثر في معاركها مع روسيا شكرا جزيلا أعتقد أن الطائرات الف 16 سوف تحقيق فرقا واضحا سوف تسمع للقوى المحاربة الأوكرانية من يكون لها موقف مسافة أبعد عند إطلاق الصواريخ من الطائرات من الوضع الحالي ويكون لذلك أثر على الهجوم المضاد الأمر سوف يستغرق سنة 18 شهر تقريبا لتدريب الطائرين على استخدام هذه الطائرات جنرال مدام هذا الأمر وهذه الإضافة ستساعد أوكرانيا وأوكرانيا منذ الأشهر الأولى وهي تطالب بـ F-16 وأخيرا وصلت واشنطن وحلفائها إلى قرار تزويد أوكرانيا بالـ F-16 لماذا لم يحصل مسبقا لمساعدة جادة للأوكرانيين؟ هذا أمر يصعب فهم أحيانا أن الإدارة الأمريكية كانت محجبة تقديم الأسلاح المتطورة الأوكرانيين منذ حين وستمر وقته لتزويد أوكرانيا بدبابات إيبرامز ومثل الأمر نفسه لطائرات F-16 لو كانت جيد جدا لو كانت أمريكا لأباركها تزود أوكرانيا بهذه الأسلاح كلها حتى تكون أفعالة في عملياتها ضد الروس لكن سيقول أن الأمر صار خاوة طويلة لكن الآن ستعطي الإذن للدول الأخرى لتزويد طائرات F-16 إلى أوكرانيا إذن الـ F-16 تشكل رادع مهم لروسيا وهذا ما نلمسه من التصريحات الروسية التي تقول بأن هذا الأمر سيجلبوا للغرب مخاطر مهولة كيف تتوقع أن تكون رد فعل موسكو؟ سوف يكون أمر أصعب على الأرض بالنسبة للقوات الروسية لأن الأوكرانيين ما أن تكون في حفزتهم بطائرات F-16 سوف يكون لها مسافة أبعث لطاق الصواريخ من الوضع الحالي من طائرات البيك عشرين أو غير الطائرات المعتادة التي لديهم إذن سوف يحقوا فرقا كبيرا على ساحة القتال كما أن ذلك من شأن يساعد أيضا إذا كان بالإمكان الأوكرانيين استخدامي ترات F-16 مع نظامة الأخرى وأهم الأسلحة لديهم هو الروح المعنوية والقدرة على قيام بعمليات مشتركة من الجو والبر وبالصواريخ ومن البحر في الوقت ذاتي جنرال قلت أن تدريب على استخدام F-16 قد يستغرق 18 شهر هل هذا هو الحد الأقصى أم ممكن أن يكون هناك تسريع في العملية لأن 18 شهر وقت طويل جدا نظرا للظروف القائمة الميدانية الآن في أوكرانيا نعم يمكن أن يحدث بوتيرة الأسرع هذا الأمر يتوقف على خبرة الطيارين أنفسهم هناك حديث يتردد أن يمكن أن تحدث بفستة أشهر وكننا أعطوا هذا مطار شك كبير الطارات F-16 هي طائراتهم معقدة وحديثة وطيارون الأوكرانيين لا يستطيعون على استخدامها الأمسف يستخدم 12 شهرا على أقل وعلى حد الأقصى 18 شهرا لتدريبهم على النحو الكافي الآن بما تملكه أوكرانيا وما قدمته واشنطن قدمه الاتحاد الأوروبي من أنظم متعددة الجوية الدفاعية الدبابات كيف ترى القدرة العسكرية بمقارنة القدرات العسكرية الروسية هذا سيساعد الأوكرانيين بكل تأكيد الجيش الأوكرانيين في عملياته بشكل عام وهنا لأو أثر إيجابي في العمل وروسيا هي الكم عديد من العتاد عديد من الجنود ولديهم أيضا قدرات من أنحاء مختلفة من أنحاء مختلفة لروسيا روسيا دولة كبيرة وهناك قواعد كثيرة ممتدة إذن هناك وعندهم الكتل أكبر من ناحية الحجم من روسيا الأوكرانيين سوف أعرقون فرقا كبيرا وهذه حرب استنزاف هذه الحرب سوف تستغلق السنوات التي تتمكن أوكرانيا من الفوز في هذه المطاف أو تفوز روسيا الأمر سوف تستغلق السنوات ولدلك في نقطة ما التوصل لتسوية سنوات حيث تجتمع الدولتان وتجتمع الدول عموما وتدفع من أجل حل سنوات تفرده على روسيا وأوكرانيا هذا أفضل نتيجة أن هذه حرب استنزاف سوف تستغلق سنوات شكرا جنرال لأنك ذكرت كلمة استنزاف في جوابك لأنني أود أن أسمع رأيك بأن المساعدة الغربية العسكرية لأوكرانيا مصممة ليس لتنتصر أوكرانيا في مواجهتها مع روسيا بل هي مصممة لاستنزاف روسيا أكثر وأكثر بغض النظر عن الخسائر في أوكرانيا أو في روسيا ما رأيك؟ أعتقد أن روسيا تمكنت من استيعاب الخسائر التي تكبدتها وهذا أمر مذهل كيف استطاع قتل عدد كبير من الجنود وأصيبوا بجروح من الروس أو استسلموا ولكن رغم ذلك فأنهم لا يزالون يدفعون إلى الأمام ومنسبة بذلك أن رئيس بوتين عقد العزم ومصممون على تحقيق النص وتحقيق النتيجة لجنبية في أوكرانيا أما من ناحية الأخرى بالنسبة للأوكرانيا أن أوكرانيا إنما تقاتل بخدرين أجل أرواحهم من أجل وطنهم وبتلف الإروح المعاونية أعلى على الأرجح على الجانب الأوكراني منها على الجانب الروسي لكن الأمر سوفستارو سنوات قد بدأت هذه الحرب في عام 2014 حينما استولت روسيا على شبه جزيدة الكرس وإذن فإن الحرب بدأت مستمرة منذ ذلك لحين تسع سنوات ومستمرة أكثر من سنة بعد الغزو الحالي هي حدثة أخرى التي حاولت روسيا في العام الماضي لكن لا تزال مستمرة استمرت منذ تسع سنوات الجنرال دانا بيتارد الجنرال سابق في الجيش الأمريكي والقائد السابق للقيادة الوسطى للجيش الأمريكي شكرا جزيلا المترجم للقائد المترجم للقائد